فرضها الوضع الصحي العالمي الحالي كما أتوجه بالشكر لمعالي السيد تيجاني محمد بندي على جهوره في إدارة أعمال الجمعية العامة خلال الدورة المنصرمة بالأخص في ظل اضطراب عمل المنظمة نتيجة تفشي وباء الكوفيد-19 وأحيي سعادة الأمين العام السيد أنتونيو جوتاريس على جهوده متواصلة على رأس المنظمة الدولية وأيضاً على مساعيه من أجل لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي وبخاصة تنظيم مؤتمر دعم بيروت في التاسع من آب لحجد تعهدات المانحين وتوفير المساعدات الأغاثية الأساسية بمبادرة مشكورة من الرئيس الفرنسي الصديق إمانويل مكرون وأتقدم بالشكر أيضاً باسمي وباسم الشعب اللبناني لكل السادة رؤساء الدول الذين شاركوا بالمؤتمر وقدموا الدعم كما لجميع دول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي سارعت لتقديم المعونة والمساعدات وأشكر بشكل خاص قداسة البابا فرانسيس الذي خصص يوماً عالمياً للصلاة من أجل لبنان مساعدتكم جميعاً كان لها وقع إيجابي كبير على بلدنا وشعبنا عملياً عبر تأمينكم الكثير من الاحتياجات الطريقة طبياً وغزائياً ومواد إعادة البناء ومعنوياً عبر تضامنكم الكبير الذي شعر معه شعبنا أنه ليس وحيداً بل له في هذا العالم إخوة في الإنسانية لم يترددوا في دعمه بيروت اليوم أيها السيدات والسادة تحاول النهوض من بين ركامها وهي بتضامن كل اللبنانيين وبدعمكم ستلملم جراحها والطنهض كما سبق ونهضت مراراً عبر التاريخ إن الانفجار الزلزال الذي ضرب عاصمتنا حفر عبيقاً في الوجدان اللبناني فصور الضحايا وألام الجرحة ودموع من فقد عزيزاً لن تمحى أبداً والأضرار المادية غير مسبوقة فناهيك عن أن مرفأ بيروت المعبر الحاوي للنشاط الاقتصادي في لبنان شبه مدمر لا فقط النشاط الاقتصادي ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3.5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4.5 مليار دولار واحتياجات إعادة الإعمار الطارئة بحوالي مليار دولار لقد أعلنت بيروت مدينة منكوبة وتولى الجيش اللبناني إدارة الإغاثة الطارئة بالتعاون مع سائر الأجهزة ومع الصليب الأحمر بالإضافة إلى جمعيات غير حكومية مرخصة ومتطوعين حيث أجرى عمليات المسح لتحديد الأضرار وتقييم الاحتياجات والأولويات وتسلم المساعدات المحلية والدولية وتولى فرزها وتوزيعها وكان الحرص شديدا على اعتماد أقصى معايير النزاهة والشفافية أما المرحلة التالية فهي لإعادة الإعمار وتتولى غرفة الطوارئ المتقدمة السهر على ترميم الوحدات السكنية والتجارية المتضررة جزئيا ولكن المشكلة الكبرى هي في الأحياء والمرافق المدمرة كليا وهناك حاجة كبيرة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمارها ولعل الحل الأمثل هو تقسيم المنطقة المدمرة إلى بقع جغرافية تلتزم كل دولة تود المساعدة بقعة محددة وتتولى إعادة أعمارها مباشرة في مسار التحقيق فأن كل لبنان يريد معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وقد أحلنا ملف الانفجار إلى المجلس العدلي وهو أعلى هيئة قضائية جنائية في لبنان وجرى تعيين محقق عدلي وهو يقوم بتحقيقاته وإجراءاته وكنا فور حصول الانفجار قد طلبنا المساعدة التقنية الدولية في التحقيق لقدرة بعض الدول على تزويدنا بصور الأقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار ومعرفة مسار وقصة الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم منذ انطلاقها حتى وصولها إلى مرفأ بيروت وتحليل التربة والمواد وكل ما من شأنه أن يظهر ماذا حصل وبالفعل جاءت فرق من عدة دول وقامت بالأبحاث اللازمة ولم نزل بانتظار معلوماتها عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لإجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية الخضائية السيادية اللبنانية السيدات والسادة إن لبنان في خضم أزمة غير مسبوقة تراكمات انفجرت دفع واحدة ركود قاس بسعب الوضع الاقتصادي والمالي أضيفت إليه أزمة الكوفيد-19 وتداعياتها وأخيرا كارثة انفجار مرفأ بيروت لتضربه في القلب إنسانيا واقتصاديا ما جعل الوضع مأزوما إلى حد كبير يضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات فعلى الرغم من أن لبنان ليس بلد لجوء نهائي ودستوره لا يقبل التوطين إلا أنه قد تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراما للقانون الدولي وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية ولكنه اليوم وفي خضم أزماته المتلاحقة وبعد أن أصبح عدد النازحين يوازي ثلث سكانه وبعد أن فاقم النزوح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية للمجتمع المضيف فإن لبنان يطالب بتكسيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا خصوصا بعد أن أصبحت آمنة بمعظمها ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرتها لعودة النازحين السوريين خصوصا وأن الظروف أصبحت مؤاتية أكثر فأكثر للعودة وإلى حين تحقق العودة المرجوة وتأكيدا على مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين الدول يجدد لبنان دعوته الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وضرورة إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات لا بل مضاعفة مساهماتها المالية وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية والمجتمعات اللبنانية المضيفة وذلك تجاوبا مع خطة الاستجابة التي أعدها لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة تهدف إلى تسهيل عملية النهود التي نتطلع إليها جميعا السيدات والسادة إن لبنان يزيرحب بقرار تمديد ولاية اليونفل ويقرأ فيه رسالة دعم قوية وجامعة من مجلس الأمن لحفظ الاستقرار فيه يحيي تضحيات اليونفل ويعطي الأولوية للحفاظ على أمن عناصرها وتأمين حمايتها مقدرا التعاون الوسيق والمستمر القائم بينها وبين الجيش اللبناني وفي السياق يجدد لبنان التزامه تنفيذ القرار 1701 بكافة من درجاته إمانا منه أن ذلك سوف يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني بما ينعكس استقرارا في كل المنطقة وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيدا وعليه يكرر لبنان مطالبته المجتمع الدولي إلزام إسرائيل القيامة بموجباتها الكاملة في هذا المجال ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية وحسها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأسرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعة وتلالك فرشوبة ويؤكد لبنان أيضا تمسكه التام بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي ويتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي وبما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته اليوم ومع مرور 75 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومع الحديث المتزايد عن الحلول في منطقة الشرق الأوسط نعيد التأكيد على التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة وأهمها حرمة الحدود الدولية المعترف بها والتشديد على أن أي مفاوضات ومهما كانت صيغتها أو الجهة التي تقوم بها يجب أن تتطرق إلى الحلول المستدامة التي ترعاها المرجعيات المعنية لا سيما قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة كما نذكر في هذا الإطار بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت العام 2002 وإننا وفي المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير لا يسعنا سوى التأكيد بأن الشعب اللبناني بكل أطيافه يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيراً موحداً من دون أي تقسيم أو تجزئة أيها السيدات والسادة هي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة تنعقد فيها الجمعية العامة افتراضياً فيريس لا يراه منعنا من اللقاء الحقيقي وأجبرنا على التخاطب عبر تقنية الفيديو مما لا شك فيه أن العالم بعد كوفيد 19 لن يكون كما قبله ونأمل أن يكون عالماً أكثر إنسانية بعدما وحده العجز أمام فقدان الأحبة وفقدان الأكسجين ولعل التعاطف الكبير الذي لمسه لبنان وشعبه بعد كارثة بيروت ومسارعة دول العالم وشعوبه إلى التضامن ومد يد العون هو إشارة إلى أن عالمنا قد أخذ العبرة من معاناته والإنسانية عادت لتأخذ بعض مكانها في عالم المادة وحق القوة واللاعدالة هي إشارة مشجعة للمستقبل الذي نصب إليه للأمم المتحدة التي نحتاجها والتي أرادت لجتماعنا هذا العام أن يكون تحت عنوان إعادة تأكيد التزامن الجماعي بالعمل المتعدد الأطراف والذي يمكن اختصاره بعبارة واحدة التضامن لأجل الخير شكرا لكم от имени генеральной أصم ترجمة نانسي قنقر